بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل مرادات ثلاثة أولا عبادته سبحانه وتعالى قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وثانيا عمارة هذا الكون فأخبر رب العزة تبارك وتعالى وقال والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي وطلب منكم أن تعمروها وثالثا تزكية النفس وتزكية النفس هي ما جاء التعبير عنها في قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وتلك الثلاثة العبادة والعمارة والتزكية يمكن أن تجمعها جملة واحدة أو كلمة واحدة ألا وهي كلمة الإصلاح والإصلاح معناه شامل والإصلاح ينظم حركة الإنسان في هذا الكون أولا العبادة وهي إصلاح العبد فيما بينه وبين ربه خالقه سبحانه وتعالى والعمارة إصلاح للكون وإصلاح لما فيه من الإنسان من الحيوان من الجماد من الكون بأسره وثالثا إصلاح للعلاقة بين المرء ونفسه ونفس وما سواها فالإنسان إذا أصلح هذه العلاقات الثلاث صلح له الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى والإصلاح بمعناه الشامل سنة نبوية وسنة من سنن الله تبارك وتعالى مع رسوله الكرام عليهم جميعا الصلاة والسلام وتبرز هذه المسألة وهذه القضية قضية الإصلاح في دعوة سيدنا شعيب فعندما ذهب إلى قومه كما أخبرنا القرآن الكريم قال لهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا إلى الإصلاح بأبلغ ما يكون وفي أحلك الظروف والأحوال في وقت قيام الساعة حيث ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة أي نخلة صغيرة شجرة صغيرة فليغرسها هذا إصلاح إصلاح لهذا الكون وكأن الإنسان يفعل الخير ويمضي هذه دعوة إلى الإصلاح واضحة في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصور الإصلاح كثيرة ولكننا نركز على أمرين أولاً على الإصلاح المادي وهو إصلاح العمل إتقان العمل كما أرشدنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وأما الأمر الثاني من الإصلاح ألا وهو الإصلاح المعنوي وهو إصلاح ذات البين والله تبارك وتعالى يخاطب عباده المؤمنين ويقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وإصلاحوا ذات البين من الأمور المهمة لأن عليها مبنى العلاقات بين البشر وبين الإنسان وأخيه الإنسان لذلك رخص الشرع الشريف في الكذب في حالة الإصلاح بين المتخاصمين فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس الكذاب الذي يقول خيراً أي من أجل الإصلاح وكما أرشدنا ونبهنا إلى أهمية الإصلاح أمرنا وحذرنا ووجهنا إلى الابتعاد عن الإفساد فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو أكثر في الأجر من الصلاة والصدقة والصيام إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين هي الحالقة وفي رواية لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين إن الإصلاح منهج في الحياة والشرع يأمرنا بالإصلاح وينهانا عن الفساد والإفساد والله لا يحب المفسدين ومن أضر ومن أخطر أنواع الإفساد إفساد العقول وتخريبها وإفساد الأخلاق وتغييب الوعي فهو أضر وأخطر على الإنسان من الإفساد المادي ولكن من يسعى إلى ذلك ويسعى فيه فهو داخل في الوعيد الإلهي لأن الله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين والله يعلم وأنتم لا تعلمون اللهم إنا نسألك أن تصلح نفوسنا وأن تؤلف بين قلوبنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه أقمنا بالحق وأقم الحق بنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين